اتخذت الحكومة اليمنية الشرعية العديدة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ العشر من إبريل بلغت خمسة وعشرين إصابة مؤكدة بين خمس وفيات توزعت بين محاوضة عدن وتعز ولحج والمكلة بدأنا بإنزال فرق رقابة إلى كل المنشآت إذا تأكدنا أن ذلك سنتضطر إلى أغلاق بعض هذه المنشآت الحكومة اليمنية وصفت الوضع الوبائي في مناطق سيطرة ميليشيا الانقلاب بالخطير الذي ينظر بكارثة صحية على المواطنين نظرا لعدم انتخاذ الميليشيا التدابير الاحترازية حيث سجلت أول إصابة في العاصمة اليمنية صنعها وتتهب الحكومة ميليشيا الانقلاب بعدم الإفساح عن نشر الحالات المصابة بثيروس كورونا ملاءنا في القطاع الصحي في المحافظات الميليشيات الانقلابية أرجو أن يكون هناك وضوح في عدد الحالات المسجلة وإذا كانت الميليشيات الانقلابية تمنع الإعلان عن هذه الحالات فهذا سيضر بالشعب اليمني الفيروس لا يميز بين أحد وزارة الصحة اليمنية بدورها أعلنت عن حضر التجوال في مدينة عدة لمدة أسبوعين حيث بدأت فرغ الترصد الوباي بالعمل وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بثيروس كورونا في المدينة لقناة الإخبارية عبد الفتاة غلاب عدن